إلى جانب أزمات تونس السياسية والاقتصادية يتطور الخلاف بين وزارة الداخلية وبعض النقابات الأمنية إلى استدام مباشر بين الطرفين وهو تطور يصفه كثيرون بالخطير وقد ينتج عنه ما يهدد أمن البلاد بدل حفظه بالنسبة لما شهده قطاع وزارة الداخلية من التصادم بين الأمنيين فهذا كان نتاج لسياسة البلجة قائدة سبسيو لحركة النظر التي أرادت أن تفكك الدولة وأن تجعل من وزارة الداخلية وزارة مفككة ودولة منهرة ومفككة في قطاعاتها ومؤسساتها في حين يؤكد مراقبون أن تحرك النقابات له خلفيات سياسية تزمنا وإشاعات سعي وزير الداخلية فيق شرف الدين لتقلد منصب رئيس الحكومة بالنسبة لما قد صرح به توفيق شرف الدين وزير الداخلية أنه لا يريد تقلد مهمة رئيس الحكومة وأنه ليس أهلا لها توتر واحتقان المزاج العام التونسي أثر بشكل مباشر على كل هيكل الدولة تقريبا إلى أن تسربت هذه التوترات حتى إلى داخل وزارة الداخلية